أطلق تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية عسكرية وإنسانية لتحرير ميناء الحديدة استجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية والدعم لجهود الجيش اليمني وأكد التحالف أن العملية تهدف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عواق إلى الشعب اليمني عن طريق تحرير الميناء بالإضافة إلى تأمين الممرات المائية الدولية وذلك في إطار أهداف عملية إعادة الأمل وأضاف التحالف أن تحرير الميناء يشكل أداة مهمة لإعادة العملية السلمية إلى مسارها والخروج من حالة الجمود التي تلف التسوية التفاوضية نتيجة تعنت الحوثيين كون الميناء يمثل لهم شريان رئيسا لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن بالإضافة إلى استيلائهم على إيرادات الميناء وشدد التحالف أن العملية العسكرية تأتي بعد مطالبات عديدة من الحكومة الشرعية اليمنية ودول التحالف بقيادة المملكة للأمم المتحدة باستلام ميناء الحديدة والإشراف عليه وإخراج الميليشيات منه وأضاف أن العملية تهدف إلى إيقاف عمليات تهريب الأسلحة وضمان أمن حركة الملاحة البحرية وتيسير دخول المساعدات الإغاثية مما يضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني وأكد التحالف أنه سيعمل بشكل وثيق مع وكنات الإغاثة الدولية العاملة في اليمن لضمان تلبية احتياجات السكان المدنيين بالشكل الذي يخفف من معاناتهم والبدء بتنفيذ الخطط اللازمة لإعادة تهييل الميناء وتفعيله بالشكل الذي يضمن وصول المساعدات على النحو الأمثل لمختلف مكونات الشعب اليمني وخاصة سكان المحافظة